مرحبا أعزاء الصغار، درس اليوم حرف الهاء أقامت إحدى نواد الرحلات في مدينتنا رحلة رائعة انتظرتها بشغف لمشاهدة عروض السرك العالمي الحافر بالدهشة والتشويق والغرابة كنت أسمع كثيرا عن مثل هذه العروض ولكني لم أشاهدها بشكل حي مباشر رغم أني كنت أتابع باستمرار العروض التي يقدمها التلفزيون من آن لآخر وعند وصولنا جلست بجانب هالة قريبا من حلبة السرك ننتظر انطلاق العرض بانتباه فخرج علينا المهرج وجهه الضحوك ولباسه الفطفاض وحذائه العجيب وكان يحاول القيام بحركات بهلوانية فيتعثر ويسقط وتتعالى ضحكات المشاهدين وفجأة أقبل النمر يتهادى وراء مروضته فاختفى المهرج في لمح البصر شعرت وأصدقائي برغمة حقيقية من كل المشاهد الخطرة التي رأيناها فقد كانت الحيوانات المفترسة تنتقل بحرية من ميدان العرض الذي تحيطه أسوار ضخمة حرصا على سلامة الجمهور وكاد قلبي يتوقف عندما دنت المروضة من الفهد الأسود وهمست في أذنه ثم تراجعت إلى الوراء حركت صوتها وذب الفهد برشاقة ومرق من الطوق الناري صفق الجمهور طويلا فتهلل وجه المروضة الماهرة فرحا تعجبت كثيرا عندما شاهدت كل هذه المشاهد المثيرة وغيرها تساءلت كيف تخضع هذه الحيوانات بوداعة لأوامر مدربها وهي مشهورة بشراستها وتنفذ أوامره في حين تستطيع بضربة واحدة القضاء على المدرب وبسهولة شديدة عدت إلى البيت وقد علمت أن الصبر والإرادة قادران على صنع الأعجيب وقررت أن لا أعصي والدي بعد اليوم لأني أملك عقلا يميز بين الصواب والخطأ وأكبر بكثير من تلك المخلوقات المتوحشة التي أصبحت وديعة تستجيب إلى أوامر مدربيها بهدوء ووداعة يمكن أن نجد حرف الهائف ثلاثة مواضع في أول الكلمة كأن نقول في وسط الكلمة كأن نقول في آخر الكلمة كأن نقول وجه اتجاه هذه وجه اتجاه هذه ترجمة نانسي قنقر